السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعي قناة يوسف تيك برو في فيديو جديد بالنسبة لهذا الفيديو هدفه هو حول تاريخ صرف الشطر الأول من الملحة الدراسية فبزاف ديال طالبة ما زالت يشتاكيه من هدى تماطل ديال وزارة التربية الوطنية في صرف هدى الشطر الأول من الملحة الدراسية لا سيما أنهم تعانيوا من إغلاق الأحياء وكذلك المطاعم الجامعية اللي كانت تتعفيه من بزاف ديال المصارف وبخصوص هذا الأمر فره أكد نور دين تهامي المدير المكتب الوطني للأعمال الجماعية والثقافية تابع لتعليم العالي لمكلف بصرف المنح فره قال أنه هدى تأخير سببه بسيط وهو الارتباط بالبرنامج الجامعي فعادة تصرف خلال شهر أكتوبر لكن هذه السنة تأخر الدخول وكذلك أكد على أن تاريخ ديال 15 دجنبير القديم سيكون هو الموعد لتسليم الشطر الأول من الملحة مؤكدا أن جميع المؤسسات الجامعية ما زال مسلموش النقط وكذلك معطايا الطلاب باش أنهم يحددوش كونهم الطلاب الممنوحين وكذلك اللي انتهت مدة استفاداتهم من الملحة هذا شي هو ليخلاء أنه الصرف ديال هدى الشطر الأول من الملحة أنه يتعطل وإن شاء الله كما قلت لكم رأى أكد نور دين تهامي على أنه تاريخ 15 دجنبير القديم سيكون هو الموعد لتسليم الشطر الأول من الملحة وهذا شي هو أهم ما جاء في هذا الفيديو ديالنا ديال اليوم فإلى عجبك الفيديو ما تنساش ديال يا جيم كذلك أنك تخلي لنا شي تعليق تحفيزي وكذلك أنك تشاركوا مع جميع الأصدقاء التي تهمهم هذا الأمر هذا وفي الأخير ما تنسوش أنكم تشاركوا في القناة كذلك تفعلوا زال الجرس باش توصلوا بالجديد فيديو ديالنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته